بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس تفسير سورة يوسف عليه السلام للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية السابعة والأربعين وما بعدها إلى الآية الثانية والخمسين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يقول الإمام في تفسير قوله تعالى قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله اعلم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال تزرعون وهو خبر بمعنى الأمر كقوله تعالى والمطلقات يتربصنا وقوله والوالدات يردعن أولادهن وإنما يخرج الخبر بمعنى الأمر ويخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في الإيجاب فيجعل كأنه وجد فهو يخبر عنه موجودا والدليل على كونه في معنى الأمر قوله فذروه في سنبله عطف عليه فعل أمر فهذا دليل على أن الخبر في قوله تزرعون بمعنى الأمر وقوله دأبا قال أهل اللغة الدأب استمرار الشيء على حالة واحدة وهو دائب بفعل كذا إذا استمر في فعله وقد دأب يد أب دأبا ودأبا والمعنى تزرعون زراعة متوالية في هذه السنين قال أبو علي الفارسي الأكثرون في دأبا الإسكان ولعل الفتحة لغة فيكون كشمع وشمع ونهر ونهر قال الزجاج وانتصب دأبا على معنى تدأبون دأبا أي أنه انتصب على أنه مصدر لفعل محذوف وقيل إنه مصدر وضع موضع الحال وتقديره تزرعون دائبين فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون أي كل ما أردتم أكله فدوسوه ودعوا الباقي في سنبله حتى لا يفسد ولا يقع السوس فيه لأن إبقاء الحبة في سنبلها يوجب بقاءها على الصلاح ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد أي سبع سنين مجدبات والشداد الصعاب التي تشتد على الناس وقوله يأكل ما قدمتم لهم هذا مجاز فإن السنة لا تأكل فيجعل أكل أهل تلك السنين مسندا إلى السنين وقوله إلا قليلا مما تحصنون الإحصان معناه الإحراز وهو إلقاء الشيء في الحصن يقال أحصنه إحصانا إذا جعله في حرز والمراد إلا قليلا مما تحرزون أي تدخرون وكلها ألفاظ ابن عباس رضي الله عنهما وقوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس قال المفسرون السبعة المتقدمة سنوا الخصب وسنوا هنا مضافة إلى الخصب لذلك حذفت النون لأنها تعامل معاملة جمع المذكر السالم فقال المفسرون السبعة المتقدمة سنوا الخصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنوا القحض والقلة وهي معلومة من الرؤيا وأما حال هذه السنة فما حصل في ذلك المنام شيء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي فكأنه عليه السلام ذكر أنه يحصل بعد السبعة المخصبة والسبعة المجدبة سنة مباركة كثيرة الخير والنعم وعن قتادة زاده الله تعالى علم سنة فإن قيل لما كانت العجاف سبعة دل ذلك على أن السنين المجدبة لا تزيد على هذا العدد ومن المعلوم أن الحاصل بعد انقضاء القحط هو الخصب وكان هذا أيضا من مدلولات المنام فلما قلتم إنه حصل بالوحي والإلهام قلنا هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام أما تفصيل الحال فيه وهو قوله فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فلا يعلم إلا بالوحي قال ابن السكيت يقال غاث الله البلاد يغيثها غيثا إذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض تغاث إذن قال ابن السكيت يقال غاث الله البلاد يغيثها غيثا إذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض تغاث وقوله يغاث الناس مع ماه يمطرون ويجوز أن يكون من قولهم أغاثه الله إذا أنقذه من كرب أو غم ومعناه ينقذ الناس فيه من كرب الجدب وقوله وفيه يعصرون أن يعصرون السمسم دهنا وقوله وفيه يعصرون أن يعصرون السمسم دهنا والعنب خمرى والزيتون زيتا وهذا يدل على ذهاب الجدب وحصول الخصب والخير وقيل يحلبون الضروع معنى يعصرون يحلبون الضروع وقرأ يعصرون على البناء للمفعول من عصره إذا أنجاه وهو مطابق للإغاثة كذا قال صاحب الكشاف وقيل معناه يمطرون من أعصرة السحابة إذا أعصرت بالمطر ومنه قوله عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة ثم قال تعالى وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطب كن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يقول الإمام اعلم أنه لما رجع الشرابي إلى الملك وعرض عليه التعبير الذي ذكره يوسف عليه السلام استحسنه الملك فقال ايتوني به وهذا يدل على فضيلة العلم فإنه سبحانه جعل علمه سببا لخلاصه من المحنة الدنيوية فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية فعاد الشرابي إلى يوسف عليه السلام وقال أجب الملك فأبى يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن إلا بعد أن ينكشف أمره وتزول التهمة بالكلية عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى اشترطت أن يخرجوني ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال ارجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرتهم إلى الباب ولما ابتغيت العذر إنه كان حليما ذا أنا واعلم أن الذي فعله يوسف عليه السلام من الصبر والتوقف إلى أن تفحص الملك عن حاله هو اللائق بالحزم والعقل وبيانه من وجوه الأول أنه لو خرج في الحال فربما كان يبقى في قلب الملك من تلك التهمة أثرها فلما التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك على براءته من تلك التهمة فبعد خروجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل بها إلى الطعن فيه الثاني أن الإنسان الذي بقي في السجن اثنتي عشرة سنة إذا طلبه الملك وأمر بإخراجه فالظاهر أنه يبادر بالخروج فحيث لم يخرج عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر والثباب وذلك يصير سببا لأن يعتقد الملك فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم ولأن يحكم بأن كل ما قيل فيه كان كذبا وبهتانا الثالث أن التماسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة يدل أيضا على شدة طهارته إذ لو كان ملوثا بوجه ما لكان خائفا أن يذكر ما سبق الرابع أنه حين قال للشرابي أذكرني عند ربك فبقي بسبب هذه الكلمة في السجن بضع سنين وها هنا طلبه الملك فلم يلتفت إليه ولم يقم لطلبه وزنا واشتغل بإظهار براءته عن التهمة ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لا يبقى في قلبه التفات إلى رد الملك وقبوله وكان هذا العمل جاريا مجرى التلافي لما صدر من التوسل إليه في قوله أذكرني عند ربك وليظهر أيضا هذا المعنى لذلك الشرابي فإنه هو الذي كان واسطة في الحالتين معا وأما قوله فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ففيه مسألتان المسألة الأولى قرأ ابن كفير والكسائي فسله بغير همز والباقون فاسأله بالهمز وقرأ عاصم برواية أبي بكر عنه النسوة بضم النون والباقون بكسر النون وهما لغتان المسألة الثانية اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من اللطائف أولها أن معنى الآية فسل الملك بأن يسأل ما شأن تلك النسوة وما حالهن ليعلم براءتي عن تلك التهمة إلا أنه اقتصر على أن يسأل الملك عن تلك الواقعة لألا يشتمل اللفظ على ما يجري مجرى أمر الملك بعمل أو فعل وثانيها أنه لم يذكر سيدته مع أنها هي التي سعت في إلقائه في السجن الطويل بل اقتصر على ذكر سائر النسوة وثانيها أنه لم يذكر سيدته مع أنها هي التي سعت في إلقائه في السجن الطويل بل اقتصر على ذكر سائر النسوة وثالثها أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبنه إلى عمل قبيح وفعل شنيع عند الملك فاقتصر يوسف عليه السلام على مجرد قوله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن وما شكى منهن على سبيل التعيين والتفصيل ثم قال يوسف عليه السلام بعد ذلك إن ربي بكيدهن عليم وفي المراد من قوله إن ربي وجهان الأول أنه هو الله تعالى لأنه عز وجل هو العالم بخفيات الأمور والثاني أن المراد الملك وجعله ربا لنفسه لكونه مربيا له وفيه إشارة إلى كون ذلك الملك عالما بكيدهن ومكرهن واعلم أن كيدهن في حقه يحتمل وجوها أحدها أن كل واحدة منهن ربما طمعت فيه فلما لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه إلى القبيح وثانيها لعل كل واحدة منهن بالغت في ترغيب يوسف عليه السلام في موافقة سيدته على مرادها ويوسف عليه السلام علم أن مثل هذه الخيانة في حق السيد المنعم لا تجوز فأشار بقوله إن ربي بكيدهن عليم إلى مبالغتهن في الترغيب في تلك الخيانة وثالثها أن سيده استخرج منهن وجوها من المكر والحيل في تقبيح صورة يوسف عليه السلام عند الملك فكان المراد من هذا اللفظ ذاك ثم إنه تعالى حكى عن يوسف عليه السلام أنه لما التمس ذلك أمر الملك بإحضارهن وقال لهن ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه وفيه وجهان الأول أن قوله إذ راوتن يوسف عن نفسه وإن كانت صيغة الجمع فالمراد منها الواحدة كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم والثاني أن المراد منه خطاب الجماعة ثم هاهنا وجهان الأول أن كل واحدة منهن راودت يوسف عن نفسه والثاني أن كل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العزيز فاللفظ محتمل لكل هذه الوجوه وعند هذا السؤال قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء وعند هذا السؤال قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء وهذا كالتأكيد لما ذكرنا في أول الأمر في حقه وهو قولهن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرة وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنما وقعت بسببها ولأجلها فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين وفيه مسائل المسألة الأولى المسألة الأولى هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان مبرأا عن كل الذنوب مطهرا عن جميع العيوب وها هنا دقيقة وهي أن يوسف عليه السلام راعى جانب امرأة العزيز حيث قال ما بال النسوة التي قطعن أيديهن فذكرهن ولم يذكر تلك المرأة البتة فعرفت المرأة أنه إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيما لجانبها وإخفاءا للأمر عليها فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن فلا جرم أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن الذنب كله كان من جانبها وأن يوسف عليه السلام كان مبرأا عن الكل ورأيت في بعض الكتب أن امرأة جاءت بزوجها إلى القاضي وادعت عليه المهر فأمر القاضي بأن تكشف عن وجهها حتى يتمكن الشهود من إقامة الشهادة فقال الزوج لا حاجة إلى ذلك فإني مقر بصدقها في دعواها فقالت المرأة لما أكرمتني إلى هذا الحد فاشهدوا أني أبرأت ذمتك من كل حق لي عليك المسألة الثانية قال أهل اللغة حصحص الحق معناه وضح وانكشف وتمكن في القلوب والنفوس من قولهم حصحص البعير في بروكه إذا تمكن واستقر في الأرض قال الزجاج اشتقاقه في اللغة من الحصة أي بانت حصة الحق من حصة الباطل المسألة الثالثة اختلفوا في أن قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب كلام من وفيه أقوال القول الأول وهو قول الأكثرين أنه قول يوسف عليه السلام قال الفراء ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله قوله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وهذا كلام بلقيس بلكة سبا ثم إنه تعالى قال وكذلك يفعلون وأيضا قوله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وهذا كلام الداعي ثم إنه تعالى قال إن الله لا يخلف الميعاد بقي على هذا القول سؤالات السؤال الأول قوله ذلك إشارة إلى الغائب والمراد هاهنا الإشارة إلى تلك الحادثة الحاضرة والجواب أجبنا عنه في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقيل ذلك إشارة إلى ما فعله يوسف عليه السلام من رد الرسول كأنه يقول ذلك الذي فعلت من رد الرسول إنما كان ليعلم الملك أني لم أخنه بالغيب السؤال الثاني متى قال يوسف عليه السلام هذا القول والجواب روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال ذلك ليعلم وإنما ذكره على لفظ الغيبة ولم يقل ذلك لتعلم ذكره على لفظ الغيبة فقال ذلك ليعلم تعظيما للملك عن الخطاب والأولى أنه عليه السلام إنما قال ذلك عند عود الرسول إليه لأن ذكر هذا الكلام في حضرة الملك سوء أدب هكذا يقول إمام الأولى أنه عليه السلام إنما قال ذلك عند عودة الرسول إليه وقال الدليل على ذلك أن ذكر هذا الكلام في حضرة الملك يعد من سوء الأدب فلا يمكن أن يقوله يوسف عليه السلام في حضرة الملك السؤال الثالث هذه الخيانة وقعت في حق العزيز فكيف يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إن قلنا بأن الهاء في قوله أخنه عائدة على الملك الخيانة وقعت للعزيز ولم تقع للملك فكيف قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قاصدا الملك والجواب قيل المراد ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيبة وقيل إنه إذا خان وزيره فقد خانه من بعض الوجوه فجعل خيانة العزيز خيانة للملك هذا القول الثاني وقيل إن الشرابية لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن قال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب ثم ختم الكلام بقوله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ولعل المراد منه أني لو كنت خائنا لما خلصني الله تعالى من هذه الورطة وحيث خلصني الله عز وجل منها ظهر أني كنت مبرأا عما نسبوني إليه والقول الثاني أن قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب كلام امرأة العزيز والمعنى أني وإن أحلت الزنب عليه عند حضوره لكني ما أحلت الزنب عليه عند غيبته أي لم أقل فيه وهو في السجن خلاف الحق ثم إنها بالغت في تأكيد الحق بهذا القول وقالت وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يعني أني لما أقدمت على الكيد والمكر لا جرم افتضحت وأنه عليه السلام لما كان بريئا عن الذنب لا جرم طهره الله تعالى عنه قال صاحب هذا القول والذي يدل على صحته أن يوسف عليه السلام ما كان حاضرا في ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة قولها الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ففي تلك الحال يقول يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب بل يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك المجلس إلى السجن ويذكر له تلك الحكاية ثم إن يوسف عليه السلام يقول ابتداء ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما جاء البتة في نثر ولا نظم فعلمنا أن هذا من تمام كلام المرأة المسألة الرابعة هذه الآية دالة على طهارة يوسف عليه السلام من الذنب من وجوه كثيرة الأول أن الملك لما أرسل إلى يوسف عليه السلام وطلبه فلو كان يوسف متهما بفعل قبيح وقد كان صدر منه ذنب وفحش لاستحال بحسب العرف والعادة أن يطلب من الملك أن يتفحص عن تلك الواقعة لأنه لو كان قد أقدم على الذنب ثم إنه يطلب من الملك أن يتفحص عن تلك الواقعة كان ذلك سعيا منه في فضيحة نفسه وفي تجديد العيوب التي صارت مندرسة مخفية والعاقل لا يفعل ذلك وهب أنه وقع الشك لبعضهم في عصمته أو في نبوته إلا أنه لا شك أنه كان عاقلا والعاقل يمتنع أن يسعى في فضيحة نفسه وفي حمل الأعداء على أن يبالغوا في إظهار عيوبه والثاني أن النسوة شهدنا في المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وفي المرة الثانية حيث قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء والوجه الثالث أن امرأة العزيز أقرت في المرة الأولى بطهارته حيث قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصمت وفي المرة الثانية أقرت بطهارته حيث قالت في هذه الآية الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين واعلم أن هذه الآية دالة على طهارته من وجوه أولها قول المرأة أنا راودته عن نفسه وثانيها قولها وإنه لمن الصادقين وهو إشارة إلى أنه صادق في قوله هي راودتني عن نفسه وثالثها قول يوسف عليه السلام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب والحشوية يذكرون أنه لما قال يوسف هذا الكلام قال جبريل عليه السلام ولا حين همم وهذا من رواياتهم الخبيثة وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد بل هم يلحقونها بهذا الموضع سعيا منهم في تحريف ظاهر القرآن ورابعها قوله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يعني أن صاحب الخيانة لا بد وأن يفتضح فلو كنت خائنا لوجب أن أفتضح وحيث لم أفتضح وخلصني الله تعالى من هذه الورطة فكل ذلك يدل على أني ما كنت من الخائنين وها هنا وجه آخر وهو أقوى من الكل وهو أن في هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة وتلك المحنة صارت منتهية فإقدامه على قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب مع أنه خانه بأعظم وجوه الخيانة إقدام على وقاحة عظيمة وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة بوجه ما والإقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أصلا لا يليق بأحد من العقلاء فكيف يليق إسناده إلى سيد العقلاء وقدوة الأصفياء فثبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على براءته مما يقوله الجهال والحشوية وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الثانية والخمسين ونقف عند الآية الثالثة والخمسين وهي قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام أو على لسان امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين